فمن بينك ومن بين صدق التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام شعارات ومنارات ودلائل إن أنت جئت بها فأنت بحق متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن اختل شيء من ذلك فقد وقع من تفويت اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع بحسب ما فاتك من ذلك أول تلك الشعارات الإيمان الصادق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا يصح دين العبد إلا إذا آمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يصح للإنسان دين ولا يصح للإنسان انتسابه للإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة يؤمن العبد بأن هذا الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش يؤمن بأنه مرسل من ربه عز وجل يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى لا ينطق إلا بالحق وما جاء إلا بالحق عليه الصلاة والسلام